نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية اليوم حفلاً فنياً وخطابياً وتوعوياً بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات تحت شعار لنقف جميعاً لمواجهة المخدرات وفي الحفل أكدت كلمة وزير الداخلية الليواروكن إبراهيم حيدان التي ألقاها عنه وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية الليواروكن عبد الماجد العامري إلى أن الحفلة يأتي في إطار السعي الدولي لمكافحة المخدرات والذي يتطلب تضافر الجهود بين الأجهزة الأمنية والمجتمع في مكافحة آفة المخدرات في سبيل المحافظة على شريحة الشباب من الوقوع في حبائل المرووجين للمواد المخدرة من جهتي أشرى مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العميد ناصر الأعوش إلى أن الميليشيات الحوثية منذ إشعالها الحرب في البلاد عملت بوتيرة عالية في تجارة المخدرات لدعم ما يسمى بالمجهود الحربي سعيا منها لاستهداف جيل المستقبل من الشباب عبر تخدير العقول بالأفكار الضالة والهدامة حضر الحفل أركان حرب المنطقة العسكرية الأولى العميد يحيى أبو عوجة ونائب رئيس جامعة سيئون لشؤون الدراسات العليا الدكتور محمد عثمان العمودي وتخلل الحفل تقديم وصلات إنشادية وفقرات فنية وعرض فلاشات عن مخاطر المخدرات وأثرها على المجتمع والأسرة والأسرة